المركز الاعلامي اللي هم بقى ايه شو بيك لوبك بتوعي انا برح قهد عمل اتكلم على البنك الدولي وعلى صندوق البنك الدولي على الصندوق الدولي على الصندوق الدولي صندوق النقد فاق وعمل بشرح الفروق ما بين هذا البنك وهذا الصندوق وانه ده حاجة وده حاجة والتوقعات اللي حطتها البنك الدولي بالنسبة اللي اقتضل مصري عملت ازاي وما الى زلك يا شيء العلي القدير ما اصلا اكيد المركز مش شغال يعني لكن فعلا ده من ضد الحاجات اللي بتخليني معجب بهذا المركز يعني عملونا تقرير معلوماتي رائع جدا بيسلط الضوء على توقعات الصندوق بقى احنا برح تكلمنا على البنك الدولي النهاردة صندوق النقد الدولي طيب توقعاته ملخصة في ايه فمواصلة لاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن مؤشراته لأعوام قادمة انه ليس عام ولا اثنان ولا حتى تلاتة أعوام طيب هل هو شايف نحن كده وشايف الناس برضو غيرنا كده ما هو حد يجي يقولك ايه عادي ما هو كله هيطلع كده طيب نمولينا انتم مش بتقولوا الحرب علينا كلنا يبقى نمولينا كلنا لا هتقولي لأ ليه اقولك صلي بينا عن نبي عليه الصلاة والسلام كل من اللي نبي صلي عليه وعليهم الصلاة والسلام جميعا بالمناسبة طيب الحرب علينا كلنا لانه في دول او كل الدول تعاني من ويلات هذه الحرب من المشاكل الاقتصادية التي تسببت فيها الحرب المشاكل المتعلقة بسلاسة الامداد سؤال زكنة اللي بدأ من ايام الاجهة احبت على الكورونا وصولا الى الحرب وتبعتها ماشي طيب طيب ليه بقى الفايدة ما تعمش على الكل زي ما مساوئ الحرب عمت على الكل علشان في دول عملت اصلاحات هيكلية في اقتصاداتها ودول عملت الاصلاح ما ده نوع هو واحد طيب النوع التاني عمل الاصلاح الهيكلي وتوخى الحيطة والحذر ده نوع يعني ايه اللي مثلا عمل مخازن وصوامع للغلال اللي عمل احتياطيات من الطاقة او اللي عمل بنية اساسية في الطاقة الى اخيره زين او زين وفي دول تانية ما كانتش عامل اصلاحات هيكلية وفي دول تانية ولا عملت الاصلاحات الهيكلية ولا توقعت الاسوأ في سيناريوهات دولية قد تكون قادمة وقد تكون اثرها وخيمة ادي كده اربع انواع احنا من النوع التاني اللي عمل الاصلاح الهيكلي في اقتصاده واللي بدأ في 2016 واللي عمل حساب المستقبل تحسبا انه امر ما قد يقع في هذا الكوكب الازرق زائد انه شاف انه البلد ما كانش فيها حاجة عشان طبعا التلاتين سنة كانوا مشرقين فلا كان فيها لا صوامع ولا ديولو احنا بس فالحين نهتف ولا حاجة وشبكة كهرباء حالتها بالبلة شبكة صرف صحي حالتها بلايين شبكة مية تلات بلايات يعني حدوتها فعمل ايه؟ عمل كل حاجة تمكنك من ان سيادتك بتخش المحل بتلاقي اللي انت عايزه تفتح النوت تلاقي كهرباء في ايه حتة صرف في مية في طرق في مصانع في فرص عمل في قاعد عمل بزوء الاقتصاد شغال انا في دول تانية ما عملتش كده وبالتالي الحمد لله والشكر لا احنا بنحقق نموه مرتفع وغيرنا يا ثابت يا للأسف بينزل او متباطئ طيب تحقيق مصر واحد كدولة من اعلى معدلات النموه لسنة عشرين اتنين وعشرين فنسجل فين الشاشة انتو سبتوني ولا ايه؟ ستة وستة من عشر ايوة يا عمور عمر زكري بص بقى هما صفحتين زي بتوعن برح كده تعال نشوف بس دي السندوق مش البنك توقعات لا توقعات ايجابية لابرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة رغم استمرار التحديات العالمية لما يبقى معاك مخرج بيحافظ على عينيك فيكبر لك الشاشة فنقرأ اشوف يا طرى يا هلطرى يا حبازة بص اسيل مش هنروح لك دلوقتي على التعليق بتاع السندوق لكن هنشوف مع بعض باللون اللي هزرق اللي حضرتك شايفوا ده معدل نمو الاقتصاد المصري يستمر في تخطي متوسط النمو العالمي فهتشوف انه احنا في عشرين تلاتة وعشرين أربعة واربعة من عشرة طب وعشرين أربعة وعشرين خمسة واثنين من عشرة طب وسنة خمسة وعشرين خمسة وستة من عشرة طب وستة وعشرين خمسة وثمانية من عشرة طب وسبعة وعشرين خمسة وتسعة من عشرة الله هو إيه اللي بيحصل هو هيفضل الاقتصاد بتاعنا ينمو كده الحمد لله والشكر لله طيب علشان نقول إن الاقتصاد بينمو أي حد في الدنيا هيسألني يقول يا يوسف عشان الاقتصاد ينمو لازم يحصل هبوط في معدلات البطالة أقولك طبعا تعال نشوف 23 معدل البطالة بتاعي 7 و 3 من 10 24 هيبقى زيه 25 ينزل يبقى 7 و 1 من 10 26 ينزل يبقى 6 و 9 من 10 27 ينزل يبقى 6 و 7 من 10 هتقولي بس أنا حسس إنه الهبوط فيه أو انخفاض معدلات البطالة بطيء مش سريع طيب تعال نفهم يعني إيه معدل البطالة نشرحها دي وارجع ما كان يعشان انا خرجت بره النور تعال يا سيدي بصة سيدي واحد زقا دي واحد يسوي اتنين صح تعال لي أنا بقى عمورة عشان نشرح للمشاهدين بصة سيدي معدل البطالة يعني إن أنا يبقى فيه عندي نسبة معينة من السكان في سن العمل وقادرين على العمل حلو؟ طيب فأنا أقول والله لو أنا عارف أشغلهم كلهم أبقى زير بطالة لكن أنا فاضل عندي من هذه المجموعة اللي في سن العمل والقادرة على العمل في الحالة بتاعتي دي سبعة وثلاثة من عشرة لسه مش عارف أشغله حلو؟ طيب هتقول طيب أنا فاهم دي يعني إيه بقى ليه متباطئ كده مش زي معدل النمو الاقتصادي أقولك هو عدد السكان بتاعي ثابت يعني أنا السنة دي هو مثلا مية واربعة مليون أنا السنة الجاية كام مية وستة اللي بعدها غالبا مية وتمانية واللي بعدها غالبا مية وعشرة إحنا بنزد لنا تقريبا اثنين مليون سنوي تقريبا آه دي الزيادة مخصوم منها الوفيات ربنا يدي جميع الصحة وطولة العمر يبقى أنا عندي زيادة سكانية مفترض لو أنا مش ماشي صح أنا ألاقي معدل البطالة بتاعي ثابت لا ده حاجة أوحش بقى يزيد لأنه عدد السكان بيزيد وبالتالي والناس بتكبر في أعمارها وبالتالي أعداد الناس اللي في سن العمل والقادرين على العمل بتزيد لكن لأن أنا عندي نمو اقتصادي فأنا قادر على توفير فرص عمل لكن بسبب الزيادة السكانية دي معدل البطالة بتاعتي بينخفض آه لكن بينخفض متباطئ اللعبة هنا بقى أو الكورة هنا في ملعب مين أنا وإنت ما نخلفش كتير بس بس ألا سهلا تعالي نرجع لسلايد تانية عمرها هي هي رقم واحد أشكرك يا سيدي بص يا سيدي بقى طب احنا قلنا معدل البطالة خلاص تعالي بقى نروح لإنخفاض العجز الكلي اللي كنا بنتكلم عنه مبارح بس مبارح تكلمنا عنه فين صح في البنك الدولي المرة دي صندوق الدولي صندوق النقد بيقول سبعة وثلاثة من عشرة انخفاض العجز بعد كده سبعة واربعة من عشرة سبعة وثلاثة من عشرة في خمسة وعشرين بقى أخش على ستة وعشرين ألاقي ستة وسبعة من عشرة أروح على سبعة وعشرين ألاقيه بقى ستة واثنين من عشرة ده انخفاض العجز الكلي طبعا هنا وإحنا بنسبه لإيه للناتج القومي الإجمالي هروح لانخفاض معدل التضخم أوه طيب اتنين وعشرين تنتة وعشرين الصندوق بيقول إن أنا تمشر في المية سنة وعشرين هبقى تمانية في المية سنة خمسة وعشرين هبقى سبعة واحد من عشرة في المية سنة ستة وعشرين وسنة سبعة وعشرين معدل التضخم بتاعي هيبقى في الحالتين رقم واحد سبعة في المية طبعا نتمنى كلنا انه يبقى أقل من كده مش مختلفين الدين بقى طيب انا بحسب الدين ازاي انا بحسب الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ودي حاجة بس مهمة قوي قوي يعني اولا اوعى تظن ابدا انه في دولة في العالم مش مديونة واللي يقولك كده كذاب ما هو يا كذاب يا حصاوي ما بيفهمش كل دول العالم مديونة كل بمعنى كلمة كل وما فيش استثناء واحد طيب امريكا نسبة الدين بتاعها ما انا بقى اجي احسب اقول اه الدين بقى لان احسبه ازاي برضو على الناتج القومي الإجمالي فاقول والله انا نسبة الدين بتاعتي من الناتج تساوي كذا امريكا تقريبا 108% ايوا اللي انت سمعته صح 108% السنة دي احنا وقفين هو بنتكلم جمهورية مصر العربية 85 و 18 ده منخفض ولا عالي عالي اجذب عليك وقولك منخفض ما اقدرش هو عالي طيب بس عالي ليه وعالي ازاي طب وهو يا طرف الحدود الامنة ولا مش في الحدود الامنة قولا واحدا انت في الحد الامن ده بس ايه بدأ زبادة عالي اه طبعا عالي عالي لان انا مش مسؤول عن الجائحة ولا مسؤول عن الحرب فلازم امول طيب هل انا استدانت حبة كتير استدانت حبة كتير مش حبة قولي بس اصل زمان يا مولانا في التلاتين سنة المشرقين كانوا بيستدينوا عشان يجيبوا لحضرتك زيت وسكر وامح يسكتك بيهم انا بعمل مشروعات قومية مش انا يوسف انا دي هي انا وانت احنا فيه فرق ما بين انك تاخد فلوس وتاخدها استلفت روح طال عمر زكريا طوله والنبي يا عمر الله يخليك لو معاك خمس تلاف جنيت دي هم لي هتسدد امتى يا يوسف والله انا هسددهم على عمر يقول لي مش معي كزاب فا فاقول والله بص يا عمر انا هسددهم لك على سنة فاقول لي ماشي خلاص طيب رحت انا واخد الخمس تلاف جنيه دول نازل واخد الولاد وجايبهم يلا بينا ولاد احنا هنتغدى النهار ده بر وبكرة هنتعش بر وبعده هنفطر بر وهنزل اجيب لكم شوية ساندوتيات نحطها في التلاجة وفي الفريزر ومش عارف ايه كلام منه لا ارجعوا على السلايد الاولى عشان هنرجع لها لسه حلو خلصوا الخمس تلاف ماشي الكلام طيب وانا اتدبست في الخمس تلاف دول هسدد لعمر منين ما قداميش حل غير ان انا اسددهم من ايوه المرتب اللي بقى 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 فانا لازم كل شهر اقططع جزء من المرتب وتبت فيه كده عشان اعرف اسدد لعمر الدين اللي علي لكن عبدالله صبري نصح قروبة بقى مدقدق قال له عمر معاك خمس تلاف فقال له معايا عمر بسلفنا بقى كلنا ما انت صندوق النقد الدولي فراح عمر من ديله الخمس تلاف هترجعهم امتى عبدالله قال له برضو على سنة بس عبدالله ما رحش جاب شوكولاتة وبنبوني ليونس لأ عبدالله ناصح خد الخمس تلاف ورح مشغالهم في السوق قاعد يشغالهم بقى ممكن يكون جاب شوكولاتة والبن وبنبوني برده بس اشتغل فيهم قد اليونس شوكولاتية صغنططة كده وبنبونية ولبانية فعندلاش رجالة بتاكن لبانية قاعدة مهم وخلاص لكن الباقي اشترى بضاعة وبدأ يشتغل ويبيع ويتأميد فل عبدالله اخر السنة لازم يرد الخمس تلاف هل خدهم من مرتبه كل شوية رح قطع حتة كده من المرتب ويدفع في الاخر خلاصة فلوس العمر زكريا اطلاقا هو شغل الخمس تلاف فجابوله خمسة وعشرين الف مبلاش خمسة وعشرين الف جابوله عشر تلاف رح رادد لعبدالله رح رادد لعمر زكريا الخمسة بتوعه وفض المحتفظ بخمسة ملكه بقى هيشغلهم تاني بس هو مش مطالب بعد كده يرد ديون لانه ما خدش ديون هو عمال شغال بيكسب وبقى عنده كشك وبعدين بقى عنده محل وبعدين بقى السوبر ماركت وبعدين بقى سلسلة وبعدين بيفتح مصنع عربيات دلوقتي يا عبدالله وانت خدت فلوسك عمر زكريا بيقولي وانا فيه انتش خدت فلوسك لما لنا بقى وانت بتاخد مني حاجة بسيطة خالص ده من واحد لواحد ونص في المية وحديتك ده عمر انت جدع معانا وبعدين انت اصلا ما بتسلفناش بفوائد عمر انت بتسلفنا وحبة فالمهم ده الفرق في التلاتين سنة المشرقين اياهم بسم الله ما شاء الله ايه كان بيدحك على سيادتك انت كنت بتتسبت بالبنبوني والشوكولاتة او الله العظيم الوقت حضرتك بتشغل الفلوس ومن اللي حواليك ده كان اياه طيب وبالتالي تعالى بقى نبص احنا 85 و 6 من 10 24 ننزل نبقى 84 و 6 من 10 25 نبقى 83 و 7 من 10 في 26 نبقى 82 في 27 تبقى 79 و 9 من 10 فهتوصل سنة 27 تبقى تقريباً 80% حجم الدين او نسبة الدين من الناتج القومي المحلي الإجمالي او الناتج القومي الإجمالي او الناتج المحلي الإجمالي يسميها زي متحب الاتنين صح بالمناسبة في الحالة دي أنا نسبة الدين بتنخفض مما يساوي انه نسبة المصروف عليك بتزيد كمواطن تعالى نشوف بقى عجز الحساب الجاري نبدأ بتلاتة و 4 من 10 سنة 20-22 او 20-23 يا سيدي ونوصل لحد ايه بقى عجز الحساب لواحد و 6 من 10 انت شايف احنا الهبوط ماشي ازاي واحد 6 من 10 سنة 27 يعني يعني انت ممكن توصل 20-30 قول 20-31 زيرو عجز في الحساب الجاري زيرو عجز ما حصلتش في تاريخك يعني نحسبها من التاريخ الحديث ما حصلتش من ايام محمد علي تعالى بقى ناخد اللي بعدها ايوه احنا قلنا التضخم لا استنوا التعليقات كنت عايز اقولوا التعليق بتاع الصندوق احنا بسط تشير التنبؤات الى ارتفاع تكليف المعيشة ده واحد وبالرغم من ذلك انت تحقق نمو بتقلل العجز الكل بتقلل معدل التضخم بتقلل عجز الحساب الجاري بتقلل نسبة الدين بالرغم من ارتفاع تكليف المعيشة اللي الدولة بتساهم معاك فيه طبعا بتساهم معاك وتشديد الاوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم بتشير التنبؤات لتباطئ النمو العالمي سنة 23 الوصول لأضعف اماط النمو على الاطلاق من سنة 2001 ما حصلش ده على الاطلاق في معدلات النمو باستثناء فترة الازمة المالية العالمية والمرحلة الحارجة من جائحة كورونا الازمة المالية العالمية كانت سنة 2008 كورونا كانت عشرين وبعدين الحرب 22 يعني الحمد لله على كل حاجة تعال ناخد التاني بص يا سيدي بقى مصر تحقق واحدا من اعلى معدلات النمو عالمية لعام عشرين اتنين وعشرين معدل النمو المتوقع لسنة عشرين اتنين وعشرين بص بقى احمر انك ماش ماشي طيب البتاع ده اللي هو الاصفر ده واحد في المية او اقل من واحد في المية طيب اصفر غمق شوية يبقى الواحد في المية اغمق شويتين نبقى اتنين في المية بورتقاني يبقى ثلاثة في المية اخضر يبقى اربعة في المية واكتر اخضر فاتح يعني الزيتي اربعة في المية واكتر اخضر فاتح نبقى خمسة في المية اخضر غمق جدا نبقى ستة في المية غمق جدا مين بقى تعالى نبص يا راجل ده الولايات المتحدة عاملة كده واحد في المية أقل من واحد في المية آه معقولة يا خبر كندا اللي الناس بتحب تهجر له ثلاثة في المية وكسور كندا طيب الصين أربعة في المية وكسور إيران أربعة في المية وكسور أستراليا 2% وكسور وبعدين طيب مصر فين فين مصر يا طرع هل طرع مصر أخضر غامق 6% وكسور حلوة كسور دي يعني مصر معدل النمو فيها أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية أعلى من كندا أعلى من البرازيل أعلى من أستراليا أعلى من الصين أعلى من روسيا أعلى من إيران أعلى من أغلب دول أوروبا لا هي أعلى من كل دول أوروبا باستثناء البرتغال صح؟ احنا والبرتغال زي بقى على الخريطة ايه رأيكم فيها وانا شايف الخريطة من غير مقرأة الأسامي اللي عليها البرتغال هناك أي جنب أسباني طيب بوص بقى مصر مملكة العربية السعودية على سبيل المثال احنا هل بتكلم على منطقتنا العربية تحديدا مصر مملكة العربية السعودية والعراق هما الأعلى نموا في المنطقة حلو ده كده منطقة المنطقة العربية زائد شمال إفريقيا طيب بالرقم بقى هتلاقي مصر حتى أعلى من السعودية وأعلى من العراق أنا مش عايز أكتر من كده السؤال بقى الذي يطرح نفسه عارف أنت في الأفلام القديمة كده تلاقي فيه رجل كبار أليس بينكم رجل حصيف؟ أليس بينكم رجل حكيم؟ بينكم الأرقم بتقول إيه؟ يعني الأرقم دي كلها كذبة؟ يعني صندوق النقد كذاب والبنك الدولي كذاب وكل المجلات الكبيرة والمؤسسات المالية الكبيرة كذبين حاضر كل دول كذبين؟ وكل دول بيجملونا؟ إحنا كسرين عين كل الناس دي؟ يا ريد يا رجل دانا في مصر أنا مصر لو أنا كاسر كل الناس دي ومركعهم للدرجات يبقى أنا أهم بلد في الدنيا نبقى إحنا كده ميت فل واربعتاشر يبقى فلتحملوا رئيس الجمهورية على الأعناق يومياً يومياً يحمل على الأعناق يومياً كل صباح الفل نقف حول التحدي أفنتم لو صبحت نورنا عشان عايزين نحملك على الأعناق لا 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 مش ما جاملين ده كلام حقيقي تحملوا على الأعناق برضو نحملوه نحملوه لما أنت تبقى محقق الأرقام دي انتعلى من كندا وأمريكا وكل أوروبا ومش عاجب يا راجل يا راجل اتقوا لا اتقوا لا